الردود السياسية والحقوقية تتواصل على تعرض متظاهرين في مدينة زويراد شمال البلاد للقمع على يد قوات الأمن فقد قال حزب الصواب إن الصور المتداولة تعيد إلى أهود الرصاص وتستهتر بقوانين الدولة المجرمة للتعذيب والممارسات المهينة والقاسية في أقبية السجون المظلمة مع عوتات المجرمين على حد تعبير الحزب وتحدث الصواب في بيان أصدره عن تعذيب جماعي داخل مبنى عمومي به عدد محدود من المتظاهرين تمت السيطرة عليهم وتطويقهم التام بسهولة إثر تظاهرهم السلمي للتعبير عن مطالب مشروعة وكان حزب تواصل استنكر بشدة ما تعرض له المحتجون في زويراد من قمع وتنكيل بسبب احتجاجهم السلمي على استخدام مادة سيانيد الضارة واصفا مطالبهم بأنها مشروعة وينبغي أن تقابل بجهد إيجابي يجنب المواطنين الخطر على حد تعبيره وقبل الصواب وتواصل كان اتحاد قوى التقدم قد قال في بيان إنه نادرا ما شهدت مدينة زويراد اعتداء بمثل تلك الشراسة يتم في وضح النهار داخل مباني إدارة مدنية وعلى مرء من السلطات المسؤولة عن الأمن العمومي وحماية الحقوق الأساسية فيما اعتبرت هيئة الساحل الحقوقية الحادثة انتكاسة خطرة على مستوى حقوق الإنسان وطالبت بفتح تحقيق فيها وقال تحالف بيئة في خطر الشبابي الذي نظم الوقفة إن المحتجين بدأوا في الانتظام على مسافة من الطريق المعبد الذي يمر أمام الولاية رفضا لمصانع سيانيد قبل أن تبدأ عناصر من الشرطة والحرس داخل مباني الولاية في الاستفاف والتأهب والصراخ بأصوات عالية وضرب المحتجين واعتقال عدد منهم ومعاملتهم معاملة غير لائقة ونقلت وسائل إعلام عنوال الولاية قوله إن السلطات الأمنية تلقت تعليمات صارمة بعدم السماح بتنظيم الوقفة الاحتجاجية معربا عن أسفه الشديد لطريقة معاملة أفراد الحراك من طرف السلطات الأمنية واتهم الحراك بتبني خطاب وطريقة تعامل غير مناسبين لفرض واقع معين على الدولة والسلطات والساكنة ترجمة نانسي قنقر